كان الرئيس اللبناني ميشيل عون موافقة لبنان على اتفاق ترسيم الحدود اللبنانية الإسرائيلية بحران اتفاق لم يكن ليتحقق بحسب عون دون وحدة اللبنانيين والدور الأمريكي والفرنسي وعلى أثي ذلك قامت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين نيكولونا بزيارة قصيرة إلى بيروت ناقشت خلالها ملف الترسيم والانتخابات وتأليف الحكومة انتخاب رئيس للبلاد ضروري للحفاظ على أمنه معادلة أعلنتها وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا ولخصت فيها هدف زيارتها إلى بيروت إذ حثت على الالتزام بانتخاب رئيس للبلاد قبل انتهاء ولاية الرئيس الحالي وأوفدت فرنسا كولونا إلى بيروت إثر إعلان لبنان موافقته على اتفاق ترسيم الحدود لتأكيد التزامها بالوقوف إلى جانب لبنان إن صداقة فرنسا للبنان تلزمنا القول بأن لبنان لم يعد قادرا على المخاطرة بفراغ في سدة الرئاسة وعلى كل المسؤولين أن يكونوا على قدر المسؤولية السياسية والدستورية لأن الظروف تفرض مثل ذلك اتفاق لا تطبيع هكذا يصف الرئيس اللبناني ميشيل عون اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل اتفاق يحفظ حقوق لبنان ويلبي مطالبه اتفاق استثمره عون لتسويق صهره ورئيس التيار الوطني الحرج بران بسيل كشخصية اسهمت منذ سنوات في تحقيق ما تحقق وعده مدخلا لتسوية اخرى ان هذه الاتفاقية غير المباشرة تتجاوب مع المطالب اللبنانية وتحفظ حقوقنا كاملة الجانب الامريكي صاحب الجهد الاكبر في الاتفاق يقول انه لم يحصل بمقايادة سياسية على الرغم من توصفه بالصفقة بين من يراه اتفاقا وانجازا ومن يصفه بالصفقة يقف لبنان على مشارف مرحلة جديدة مرحلة تعيد خلط الاوراق السياسية والرئاسية فما قبل اتفاق الترسيم ليس كما بعده يقال هنا جويس الحج خوري العربي بيروت وتبقى معنا من بيروت مرسلتنا جويس الحج خوري جويس ما الانتباع السائد لزيارة وزيرة الخارجية الفرنسية التي تأتي بعد الاعلان عن قبول لبنان باتفاق ترسيم الحدود مع اسرائيل بحرا وقبيل انتهاء ولاية الرئيس هنا ريمة لا يمكن القول ان هناك مفاعل عملية على الارض لهذه الزيارة هي في الشكل زيارة دعم للبنان وتأكيد وقوف الادارة الفرنسية الى جانب لبنان وانما ايضا تأكيد على التزام فرنسا بما يتعلق بدورها في ترسيم الحدود البحرية وبطبيعة الحال ملف رئاسة الجمهورية وملف تأليف الحكومة بطبيعة الحال غالبا ما تتناوله الفرنسا في زيارتها الى لبنان او في الملحطات المفصلية في الاستحقاقات الدستورية اللبنانية وبالتالي هي شكلية اكثر مما ينتظر منها ترجمة عملية لأي شيء فيما يتعلق بالاستحقاقات الدستورية تحديدا انما بطبيعة الحال في موضوع ترسيم الحدود دور كبير لفرنسا ان كان في انجاز اتفاق ترسيم الحدود او ان كان عمليا في عمل شركة توتال في الاسابيع او الاشهر المقبلة عندما يبدأ العمل في البحر اللبناني للتنقيب والاستكشاف الرسالة الواضحة والاساسية والتي قالتها علنية وزيرة الخارجية الفرنسية في مؤتمرها الصحفي في ختام هذه الزيارة لبضع ساعات فقط غانت الزيارة هو ان الادارة الفرنسية او فرنسا تريد ان يتم انتخاب رئيس للبلاد قبل نهاية عهد الرئيس عون وهي تخشى كما قالت الفوضى في حال كان هناك فراح في سدة الرئاسة ايضا الحت على موضوع تأليف الحكومة واجراء الاصلاحات لاستكمال الاتفاق مع صندوق النقد الدولي هذا باختصار ما اتت به وزيرة الخارجية الفرنسية شكرا جزيلا لك جويس جويس الحاج خوري من بيروت